ميليشيات في الجهة الجنوبية هناك سقوط عشرات القتلى والقرحة في صفوف الميليشيات هناك كثير من أسرى الميليشيات سلموا أنفسهم للجيش وألوية العمالقة الميليشيات راجعت وفرت هاربة لم يعد للميليشيات وجود في مداخل المدينة وفي مخارج المدينة أصبح الجيش هو من يسيطر على الجهة الجنوبية هذا هو أيضا مصنع مطاحن البحر الأحمر كما هو واضح بالصورة الميليشيات حاولت العبث بالطرقات حاولت أن تقوم بعمل سواتر كبير على الطرقات إلا أن الجيش سطاع إخراج الميليشيات وكذلك فتح الطرقات الطريق الدوار هذا ودوار يمن موبايل هو الطريق الرئيس إلى داخل مدينة الحديدة والذي يربط شارع صنعاء هذا شارع الخمسين تجري أيضا اشتباكات خلف الشارع مع من تبقى من ميليشيات الحوثي وتعزيزات عسكرية متواصلة إلى الأطراف الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للمدينة لقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات ردفان الدوبيس لقناتي العربية والحدث من دوار يمن موبايل جنوب مدينة الحديدة